السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي و قناتكم سنة بيوتين ان شاء الله تكونوا الاخير صحيتكم باخير تكونوا ناشتين فرحانين قبل ما نبدأ فيديو اليوم بغيت نوجه واحد الشكر و نقول واحد الكلمة في حق البنات الغزالات الفنات اللي كان حماق عليكم انا كان حماق عليكم كاملين ولكن بالخصوص واحد البنات اللي كيكونوا سباقات ان فو كان حدش فيديو هما اللي ولين كيخلوا لي تعليق كيشجعوني كيدعموني كيقول لي كلام طيب فشاطي نقول لكم كيف كاتفرحوني الله يفرحكم دنيا و اخرة كيقول لك الكلمة الطيبة صدقة و الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء فما تصوروش الكلمة الطيبة شنو كاتدير فيها بعد الخطرات كان حتش فيديو ما كاتكونش علي واحد نسبة دي المشاهدة كبيرة مقارنة مع عدد المشتركين في القناة دونك ما كيدخلش واحد الدخل اللي هو مزين ولكن مع ذلك داك الكلام الطيب ما تصوروش قشنو كيدير فيها انا فشكرا بساف لكم الهلي خطكم علي و ان شاء الله يدوم هاد المحبة و هاد المواده بيناتنا و الهلي حشمني معاكم يا رب فيما يخص فيديو اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على كريم شارلي هالكريم هادا اللي اشهر من النار على العالم كل شي كيعرفو ما كندرش بانا كان شيب انت ما كتعرفوش حتدرالي كيعرفوه غادي نهضر لكم على تجربتي معاه لان انا كنت كنت استعملوا واحد نقيته و قالك سوى اللي مجرم لها تسوى للطبيب و غادي نعطيكم جمع من النصائح و المعلومات اللي غادي تصدمكم و لكن غادي تفيدكم فى نفس الوقت فكنتمنى انكم تتبعوا معايا هاد الفيديو هذا حتى الاخر لانه فعلا اه ضروري يخصكم تفرجوا فيه ما شيح انت انا اللي دايراه ولكن اه تبعوا معايا الفيديو غا تفهمو كلشي ولكن قبل كنارد لكم تضموا العائلة زيناس ويوتيوب بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو سبسكرايب سابوني أو الاشتراك لا تنسى كذلك أنكم تعالوا خاصية الجرس باش يوصلكم جديد انفوان حطوه وما تنسوش دعموني بلايك وبالبرتاج هكذا غادي تشجعوني كتر إذا نبدأ الفيديو دينا على بركة الله وأول حاجة غادي نبدأ معكم بتجربتي مع هاد الكريم صراحة في واحد الفترة من فترة حياتي كنت كانت تستعمل هاد الكريم وهاقل ببناتك يبوعتاني وبنفسهم وما كيكرهوش يلقوش حاجة اللي كتكون الرخيصة على قد الحال وعودة نزيد عليها الواحد كيكون بقى صغير ما عارفش ما فاهمش بزاف ذي الحويش فكنت كانت تستعمل هاد الكريم هادا كان من الكريمات الرخاص التمان ديالو كيدير تمانية درهم فقط أنا كسمع دابي ببناتك يقولوا بأنا وكي ياخدوا بأشرة درهم ولكن في ذيك الوقتها أنا كنت كان اخدوا بثمانية درهم صراحة الناس لي ما كيعرفوش شنو كيدير هاد الكريم هادا هادا كريم مبيض وصراحة الله في ذيك الفترة فش كنت كان استعملوه كانت البشرة ديالي بيادة تفتح اللون ديالها من دك الشر رفيع قاع أغلبية الناس لي ما كيعرفوك شفاش كتلقامك يقولك شكتديري لوجهك كيعطيك واحد نتيجة خيالي أزعمة ذيك البشرة اللي كتحلم بها كل بنت وأنا الصراحة عيقت لأنه جاني كريم رخيص وعطاني ذيك النتيجة فما بدش نبعد علي بقيتك نستعملوه واحد المدهة اللي هي طويلة للأسف مع الوقت بديتك نعرف بأنه را عنده يعني بديتك نستوعب كريم رخيص وكي يعطي نتائج لا كينش خلل فبديتك نسول بديتك نقلب بديتك نلقيت بأنه عنده أضرار وخيمة على البشرة على المدى البعيد ما كتبانش ذيك الوقيتها فاش قررت أنا نبعد عليه كان فات الأوان كيف كان قوله البشرة ديالي ولا تسنسيب لبزاف ولا تأي حاجة كتأطر فيها ولا تمتهيجة ولا تدرجة أنني فاش فاش قطعتوا بدو كي يظهروا لي بعد التصبغات وبعد البقعة الدكنة على البشرة ديالي اللي أنا في حياتي ما عمرني شفتهم في وجهي كان عقل في ذلك الوقتها مشيت عند واحد صيدالانية كانت حدانة فرماسيا نية دكتورة وسولتها وقت له هكين و هكين قلت لي يا للأسف دابا يلمشي تحت قطعتي مشكلة ما قطعتيش مشكلة يعني خرجتي على البشرة ديالك بالمعقول فاندمت ندم عمري أنا نحطيته على وجهه واحد نهار شنو اللي خلاني ندير هاد الفيديو هاد اليوم واحد البنت سولتني في التعليق قلت لي يعطيني شي كريم ولا شي ببوماد اللي تبيض لي الوجه ديالي وجوبتها قلت لها ما كين محسن من الوصفة الطبيعية ديري ماسكات أقنعات بارك الله حنا رعدنا الخيرات هالحبوب هالخضروات تكش شي كامل غير من الكوزينة رامون كين ترجعي وشك في حل بلار واحد الأخت جوبتها في الكومونتا وقات لها ديري شارلي في ديكل وقيتها أنا صراحة أنا كيستحب لي بأنه ما بقتاش يوحد كيستعمل هاد روك ولكن لقيت بأنه فعلا كتستعمل وحتى السيد اللي كانت قدم عنده مواد جميل سفاش سولتو قلت لي وش كين عندك قال لي اه قد له بقى كتخرج قال لي اه كتخرج فهاد شي علش أنا جيت باش ندير هاد الفيديو هادا وكيف تعودتو من عندي دائما كنعطيكم كل شي بالأدلة لهذا غادي نعطيكم مجموعة من الأدلة ومن المعلومات من وزارة الصحة باش تعرفوا مخاطر وأضرار هاد الكريم هادا المصيبة على أنه كينين بنات كيتفنوا أنهم يضيفوا إضافات لهذا الكريم هادا باش يحصلوا على نتيجة أحسن ومار كيخرجوا على البشرة ديولوم كتر بكتر أنا شفت بنات كي يزيدوا لي لأسل الحر كينين بنات اللي كي يزيدوا البومادة الصفرة ديال العينين للتهية كاريتا عظمى دونك هاد الشي سمحوا لي نقول لكم انا غير تخرباق وكتخرجوا على البشرة ديالكم هو فالصراحة غادي أعطيكم في الأول واحد نتيجة اللي غادي أعجبكم ولكن المشكيل من بعد سنة 2008 كان كيتوافدوا بزاف ديال ابنات والسيدات على أطباء ديال جلد بسبب مشاكل في البشرة ديالهم وهاد الأطباء لقوا بأنه فعلا عندهم حساسية جلدية ومشاكل وخيمة في البشرة وكانوا أغلبية هاد البنات من مستعملي هاد الكريم هادا اللي هو الشارلي فتوجه هاد الأطباء للمركز الوطني اللي يقضى الدوائية باش يدليوا بالشكاية ديالهم تجاه هاد الكريم ويددار واحد تحقيق وتحليل عن مكوناته وفعلا هاد المركز هادا اللي هو مركز الوطني اللي يقضى الدوائية أرسل واحد العينة من هاد الكريم اللي هو شارلي لمختبر السموم في فرنسا باش يقوم بالتحليل دياله وظهرات نتائج تحليل أنه كيحتوي على اكتر من خمسين مادة كيميائية روينا كريم بثمانية دراهم كيحتوي على اكتر من خمسين مادة كيميائية بالاضافة الى مضادات حيوية ومبيدات هاد هي الكريتة عادش قدروا رجعكم شي حاجة في عن مبيدات دارت واحد الحملة التوعوية عن اضرار هاد الكريم وبالفعل الناس بدو كيرا اتراجعوه ما بخوش كيستهلكوه بواحد شكلي هو كبير في المقابل الناس المرويجين اللي يخسروا فداروا واحد الاشهار في التلفاز للأسف باش يبينوا الفوائد دياله على البشرة وفي سنة 2011 قامت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للي يقضى الدولية بالعمل على وقف الفوري الى هاد الاشهار هادا نزلوا حد تحذير من وزارة الصحة بعنوان خطر كبير بثمن قليل انا غدي نخلي لكم تحذير اللي نزلته وزارة الصحة بخصوص هاد الكريم هادا في صندوق الوصف بالنسبة الناس اللي بغين يتأكدوا من صحة كلامي واللي خلاني كيفت لكم دير هاد الفيديو هادا انا كنت كنت تعملوش حال هادا قديم شارلي دونك ما عمالي فكرت اناني غدي نصور فيديو ولا غدي نهضر عليه ولكن اللي خلاني نهضر عليه اناني شفت ابنات كين صحوا بعضيات ومباد الكريم تقدر هي نصحتها بحسنية اكيد ما ما مقصداتش انها تضرها ولكن خاصنا ولا بدا نخدموا عقلنا وخصنا نقلبوا وخصنا نبحثوك كيفت لكم الكارثة العظمى انو كينين بنات يوتيوبر يعني كنقول بانا احنا ندبع في هاد الوقاية هادا في الفين وعشرين وصلنا انا بحد درجة من الوعي اننا ما نبقوش اي حاجة نزلوها فكيفت لكم كيخلطوهم على عصر الحور كيخلطوه مع بومادة صفرة ديال العينين كيدلوا روينا هو روينا وكيزيدوا روينا على روينا باش هاد شي كامل يضر البشرة ديالك ضونك خصنا نخدموا عقلنا كيفت لكم وكان هادا هو الهدف ديالي من هاد الفيديو هادا كنتمنى انو الميساج ديالي يكون وصل وما تنسوش تدعموني بالبرتاج ديالة الفيديو هادا باش تعمل الفائدة باللايكات باش تشجعوني وحتى نتلقى ان شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم تهلا فريوسكم كان بغيكم بزاف بسلام عليكم اشتركوا في القناة